اشتركوا في القناة وانوه سمو الى حرص مملكة البحرين على توثيق مجالات التعاون الثنائي مع مملكة تايلاند الصديقة والعمل على فتح افاق جديدة تلبي المصالح المشتركة للبلدين لسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الاقضابية صباح اليوم السيد تشاي سيري انا ماران مستشار وزير الخارجية بمملكة تايلاند الصديقة الذي يزور مملكة البحرين حاليا على رأس وفد يضم عددا من الفعاليات الاقتصادية والثقافية بمملكة تايلاند حيث جار الحديث عن العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات وخلال اللقاء رحب السموه بزيارة الوفد التايلاندي لمملكة البحرين والتي تأتي في اطار جهود البلدين على صعيد تعزيز علاقات التعاون بين البلدين مؤكدا سموه اهمية مثل هذه الزيارات واللقاءات المتبادلة في تنمية التعاون الثنائي والارتقاء به الى افاق اكثر اتساعا على المستويات كافة وعبر سموه عن ارتياحه للتنامي المستمر لمسار التعاون بين البلدين بما يؤكد رغبة البلدين الاكيدة في بناء نموذج قوي ومتين لعلاقات الصداقة والتعاون فيما بينهما مؤربا سموه عن تطلعه الى ان تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من العمل المشترك الذي يعزز من هذه العلاقات ويفتح مجالات جديدة للتعاون واشهد سموه بجهود الجالية التايلندية في مملكة البحرين ودورهم الملموس في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها البحرين وما يتمتعون به من كفاءة جعلتهم يحظون بكل المحبة والتقدير من شعب البحرين اجمع من جانبهم اعرب اعضاء الوفد التايلندي عن خالص شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو البلكي رئيس الوزراء على دعم سموه المستمر لكل ما يعزز من علاقات التعاون بين البلدين الصديقين مؤكدين ان سموه يحظى بكل المحبة والتقدير من الشعب التايلندي الذي يقدر سموه عاليا جهوده في توطيد اطر التعاون والشراكة بين البلدين مؤكدين حرص بلادهم على تقوية اركان التعاون مع مملكة البحرين في شتى المجالات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة